هذا الفيديو درته في 2022 قبل ما يستدعيه بالماضي في جوان 2023 حماد عبداللي اللي را يلعب في أونجي يقدروا نجربوا لعبين كي مع عبداللي في وسط الميدان نيفو تاعه را يطلع مع أونجي في الآوين الأخيرة را يلعب أكثر في الفريق تاعه را سنتكلم علاقة على الأدوار اللي يلعبها في الميدان إن شاء الله تعجبكم الفيديو تبهوا معايا حماد عبداللي عنده مواصفات تعصانع ألعاب يعرف يلعب كصانع ألعاب يخرج الكرة بطريقة جيدة ويعرف يوجه الروفقة تاعه ويصنع وضعيات خطيرة جدا على الخصم عنده تمريرات بينية رائعة رؤية تاعه جيدة في الميدان يلعب دور تعصانع ألعاب كما قلت لكم شوف يعرف يدور بالكرة ويدير تمريرات للأهمام يعرف يتحرك ثانية للأهمام يمد الكرة تاعه ويتحول كما راكم نشوفه في اللقاطات لعب اللي عنده مهارات تقنيا ما شاء الله ولعب ناشيد جدا بالتمريرات العام ويدية تاعه هذه هي التي تجعل الخصم يفقد التوازنته شوف هنا كيف يذهب ويخزر من الجهة اليمنها ويعطي تمريرات عام وديية من هذا الجهة هنا تمريرات بينية للأهمام شوف ما يخافش يلقى أصحابه هنا يستلم الكرة في وسط الميدان لكي يعود يوجه اللعب شوفه كيف يدور بسرعة أدوه ما لجوار تعمله تيران هنا كيف يحصل اللعبين حاصرواه عرف يخرج الكرة تاعه ببرودة أعصاب ويقدر يوجه اللعب في تغيير الناحيان شوف هنا كيف يتمركز بين الخطوط يعرف يتمركز بين الخطوط هنا كما رأكم تشوفوا يستلم الكرة في وضعية خطيرة جدا عرف يدور بالكرة أراوغ ويقدر يوجه اللعب من الجهة اليوسرة وسط الميدان ما شاء الله على كل إهال شوف هنا كيف يدور بطلق قبل ما يستلم الكرة بعد بسهولة أراوغ الخصم اللي جاي يضغط عليه هنا كيف كيف يستلم الكرة ومباشرة تحت الضغط ما يتفرفش يراوغ مباشرة عنده هذه البرودة الأعصاب والفنيات يشارك في العملية الهجومية ما يقعش ثابت يجي تباك يعطي لك البالون يعاود يتحرك ما يعطي لك الكرة ويعطي لك حل هنا الخصم استعمل الخشونة معه لكن يريزيستي في جوية المليح في الصراعات عنده قوة بدانية الله يبارك يعرف يوجه اللعب أيضا بالتمريرات الطاويلة كما لكم نشوف هنا على الرواق الأهمن غير اللعب إلى الجهة اليوسرة هناك في المحور غير اللعب على الجهة اليمنى عنده كرة طاويلات جيدة يلعب مليح بالكرة القصيرة لكن بالكرة الطاويلة تتعرف يلعب هادرنا على الدور تاوكا صانع ألعاب وتوجيه اللعب وكيف يخرج الكرة دوكنا هادروا على الميزة الأخرى تاعة عبداللي وهي واحد ضد واحد يعرف يتعامل مع الوضعيات واحد ضد واحد يراوغ مليح يعرف يخترق الدفاع خطرش فيه وبعض الأحيان تلقاه على الأرويقة وكي تلعب جانح لازم تكون عندك هذي القدرة في المراوغات والتخلص من المدافعين وكي ما راكم تشوفوا لعب تقنيا ما شاء الله يراوغ جيدا يعرف يخرجه من وضعيات صعبة بالمراوغات وإذا تلاحظوا مليح المراوغات تتعو كلها إيجابيات ما للأهمام ليربح بها المسافة هذه المراوغات تعجبتني كيفاش جازهم قاع المدافعين جوزهم قاع هذه تانية مراوغة ذاكية جدا بالكونترول وقدر يراوغ المدافع في هذه المراوغة استعمل السرعة هنا يواحد ضد واحد كما قلت لكم واعر واحد ضد واحد حيماد عبداللي ما يكترش يعرف يلعب بيلمسة وحدة كما راكم تشوفو عنده تمريرات سريعة ما يكترش في اللعب ما يراوغش أكتر من لازم وسط ميدان اللي يفتح اللعب بالتحركات بتاعه بالتمريرات السريعة باللعب السريع بتاعه وكما راكم تشوفو في اللقاطات ومرة أخرى وش مليح فيه كي مرر الكورة يتحرك يدير هذوك الخطوات باش يعاونك ويعطي لك حل وهاي لعبة وحدة وخرى بلمسة وحدة ما يضيعش الوقت وأخيرا دور مهم جدا تاع حماد عبداللي وهي الدفاع والصراعات لعب وسط ميدان لازم يربح الصراعات ولازم يعرف يسترجع الكورات ويفتك الكورة من الخصم كما راكم تشوفو في اللقاطات يشارك كتير في المجهود الدفاعي تاع الفارق تاعه يهبط يجي دفاع يسترجع الكورات ويحارب مع الرفاقاء تاعه وهذا أمر إيجابي جدا للفارق الوطني لو كان يجيبوا هذا اللعب نسحقوا دي جوار في هذا البروفيل هذا ليعرفوا يكافحوا في الدفاع ويعرفوا تانيت يبنوا اللعب ويصنعوا الفرص هذا اللعب نظن يخصو الريتم برك فيزيكم لازم يخدم باش يلحق الريتم تاع الدرجة الأولى الفرنسية قطعش كان يلعب في لعب العام ليفات وهذا العام مع أونجي ما لعبش بزاف في مرحلة الذهاب هنا في مرحلة العودة رح بدايق بضروحه رح يلعب المباريات ونظن المستوى رح يطلع في هاد الأشهر هادو مقبل طرب وستع مارس نظن رح يمد قاوش كاين باش يلعب في الفارق الوطني الجزائري وليما لا يثبت نفسه أنا نظن هاد اللي جوار هادو ما اللي يلعبوا في درجة الأولى لازم نجربهم هادا عبداللي شعيبي هاد اللي جوار هادو ما لازم لوبيز اللي يلعب في صاصوله وعلش لا لا هادو ما يقدروا يجيبوا إضافة الفارق الوطني أعطوني رأيكم في التعليقات إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ونقولكم بقاوه على خير صحيح ترخوا مرة أخرى باش نوضح الأمور هاد الفيديو درتها في 2022 قبل ما يستدعيه بالماضي المرة اللولى استدعاه في جوان 2023 ما كنت ديجا ندير سلسلة تجيب جديد من قبل بعد الإقصاء تعلق الكاميرا ونوكذا باش يجي في طرب بوسمارس تعلق 2023 باش نجيبوا خطر شقدر يفيدنا في الميليو التيرا باش صح الوقت مع الوقت مع الوقت حتى 2023 باش عايطن هلو وهكذا كمالعبش كوبدافريك اللخرى سيدو ماش ان شاء الله يتبت النفسو مع بيتكوفيتش ويكون معنا في هاتف بستع النوفمبر بالتوفيق لعبداللي